شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع محضر رئيس تلام أرض تنفيذ مشتوعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بغرب سهاجة وأكد مدبولي أن الحكومة تستهدف تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الواعد بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفري وخفض الانبعاثات الكربونية ويعد المشروعان هما الأكبر من نواهيما لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في منطقة الشرق الأوسط ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم كما يسهماني في خفض حوالي 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا وإتاحت نحو 18 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فضلا عن الإسهام في تقليل استخدام مصادر الطاقة التقليدية